ليلة رعب في صفاقس، منوشات متفرقة ومتكررة بين الأهالي وعدد من الأفارقة غلاف الشروق التونسية اليوم أزمة المهاجرين تتوسع تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين وأسباب أعمال العنف المناوشات التي تكاد تكون يومية بين الطرفين انطلقت في ذول تعبير سكان مدينة صفاقس عن انزعاجهم من وجود عشرات الألوف من الأفارقة ممن يعيشون في أوضاع مزرية ومطالبتهم بإجلائهم نحو بلدانهم الأصلية أو الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي على فتح أبواب الهجرة أمامهم تكتب الشرق الأوسط محركات ومواد تستخدم في تصنيع قوارب معدنية تستخدم لعمليات تهريب غير قانونية هذا ما وجده الأمن التونسي داخل الورشة في صفاقس يخبرنا موقع مهاجر نيوز عمليات المدهمة كشفت عن محاولة للتهريب غير قانونية يتم الاعداد لها في هذه الورشة مدينة صفاقس السحلية الواقعة في وسط شرقي تونس تشكل نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير القانونيين نحو أوروبا وخصوصا إيطاليا يكتب موقع أيرونيوز يحتاج السكان بانتظام على وجود المهاجرين غير القانونيين في مدينتهم مطالبين بترحيلهم ترجمة نانسي قنقر